موسيقى لما شافوش الحلقات اللي فاتوا تنصحهم يشوفوهم باش يقدرو يتبعوا معنا الأحداث الجيش الألماني اللي تيخلع من جميع النواحي تخلي هاد البلاد الصغيرة المحايدة اللي العمر ديالها قل من مئة سنة واللي عندها جيش صغير ومعمرها شركات في شي حرب بلجيكا ضايرين بيها قوة عظمى فكانت ديما عارفة أن التسلح والاستثمار في الآلة العسكرية ما غادي ينفعها بوالو لأنها ما عندها التشانس ضد هذه الدولاتي سواء تسلحتي ما تسلحتيش ما غاديش تربح تقدر غيرت تعطل الهزيمة بواحد شوية ولكن في الآخر نفس النتيجة هذا ما تعنيش أن بلجيكا ما كان عندها والو من بالأشياء اللي كانت عند بلجيكا الحصون تنهض روح لألف وتسعمية وربعطاش يعني الحصون كانوا مازال شي حاجة مهمة في الحرب الحصون البلجيكية كانت مصوبة بطريقة دكية في داك الوقت في القمة ديال التطور ديالها هات الحصون البلجيكية كانت مبنية تحت الأرض كان غير في تحت الفوق ولكن علام تحت الأرض تشوف الحصن من برات يبلك والو تهبط لتحت تلف قدو قداش مدينة ليج البلجيكية كان عندها استديل الحصون كبيرة واستديل الحصون الصغيرة مبنية بيناتهم كانوا ضايرين بمدينة ليج هاد الحصون الكبيرة والحصون الصغيرة اللي ما بنتها لاش مبنيين بهذه الطريقة هذي باش ميز existence يعني من تيريو مجموعين الكبار والصغير متيخليو التخوية يقدر يدوز من هالعدو وبين هاد الحصون هدي كاملة كين عوتاني خنادق خنادق معمر بالعسكر معززين بالمدفعيات ديال الحصون زيد على هذا أن المصممين ديال هاد الحصون هادي خداوا بعيد الاعتبار تل جهورافية ديال المنطقة واختاروا أحسن بلايس باش يبنيوا السيستام البلجيكي ديال الحصون كان رائع طبي تلحال ما غاديش يقدروه للألمان ولكن يقدروه يعدبوهم هما أصلا للألمان كانت عندهم فكرة غالطة أصحابهم غايدخلوا البلجيكا الجيش البلجيكي غادي حط سلاحه ويخليهم يدوز أو قاع إلى زعماء بغاوا يديروا فيها الشجاعة غادي يديروا شي مونوشات شي حفنة ديال القرطاس ويعطيهم حمارهم هذه الفكرة اللي كانت عند للألمان الجيش الألماني غير بدا يغرق في بلجيكا باللعب أول إشارة أن القادية حامدة تدمير البنية التحتية لألمان دخلوا القول البنية التحتية مهلوكة بلجيكا فارقعات القناطار فارقعات السيكاك الحديدية فارقعات الأنفاق لألمان شافوا داك شي جهلو لألمان كما قلنا مقاتلين مع الوقت خاس كل شي يمشي بالزربة فهد شي اللي دارت بلجيكا هو العصى فارويضة كان واحد العبارة إنجليزية تتقول adding insult to the injury يعني تتزيد سبان فوق الدرب تكرفس تعله واحد وتتزيد تسبو من الفوق الألمان في شي بلايس ما عندهمش منين يقطعوا حيث القناطر تفارقعوا فكانوا تيقطعوا بعبارات ديال الماء تصعوا بعبارات جوسور مائية وتي عبروا هنا تيخرجوا العسكر ديال بلجيكا وتيبدوا يتيروا فيهم يعني الألمان غايت تفارقعوا بالغدايد ولكن الألمان حيث ألمان كانوا موجدين واحد القوات خاصة سبيسيال ثلاثين ألف عسكري بالقيادة ديال الجنرال أوتو فون إيمي خدمتهم هي يسبقوا الجيش ويتكلفوا بالحصول البلجيكية اللي هي أكبر عائق في وجه ألمانيا في طريق ديالها الفرنسا هالثلاثين ألف سنين وهو متى التربو المهمة وحدة وهي دك الحصون البلجيكية النهار دياله موصل دابا بالألمانية كانوا نتسميوه النهار داتاك وفي هذا النهار هذا بلجيكا غادي تلقى ألمانيا درس مؤلم مع مر ألمانيا كانت تتوقعه هنا كانت نقطة تحول تاريخية تحول من سيطرة الإنسان في الحرب لسيطرة الآلة الطور ديال الإنسان ولا ثانوي بلجيكا اللي دولة صغيرة مسالية الألمان كانوا تقولوا على الجيش البلجيكي أنه جيش ديال الشوكولات هادي بلجيكا هادي غا تقدر بفضل الآلة القاتلة أنها تتكرفص على أقوى جيش في العالم المشكلة هو أن الجيوش ديال 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 الوقت كانوا ما زال ما داروش المزاجوغ ما زال ما داروش الأبديت باش يتعاملوا مع تفوق الآلة كانت ما زال عندهم ديال فكرة ديال عسكرية في العاود وهالسيف والعسكر تيهجموه في ضربة واحدة الألمان براسهم غادي تزرفو في خمسة أوت 1914 حدا مدينة الياج القوات الألمانية الخاصة اللي هدرنا عليهم دوك 30 ألف هاجمات ربعا ديال الحصون البلجيكية هذه المعركة هادي تتسمى معركة الياج الجيش البلجيكي موجد في الخنادق ما بين الحصون الألمان ما عندهم شلوقت يضيعوه خصهم يحلوا الطريق بالزربة باش الجيش اللي جاي مراهم يدوس الألمان هجموه هجمة وحدة ديال الفكرة القديمة ديال تتهجم في ضربة وحدة فالألمان هجموه هجمة وحدة بالآلاف وبدو تيطيحو بحل الدبان بالآلاف دوك العلمان اللي اللي قدرو يدوزو من الخنادق البلجيكية فرتكاتهم المدفاعية ديال الحصون البلجيك دبحوا الألمان الألمان وخاكوك ما حبسوش بقوتي صيف طموجة مرموجة مرموجة ديال العسكر ولو تيخسروه بنادم بحل بحل يلا تيخسروه القرطاس المنظر كان بحل شي انتحار جماعي لدرجة أن الجوتة ديال الألمان ولت تتعرم تتجمع فوق بعضياتها بحل الجبل ودارت بروبليم البلجيكيين حيث الألمان ولو تتخبوا مرموجة ديالهم الجنرالات ديال البلجيكا اللي عاشوا هاد الأحداث كانوا تيوصفوا الجنود الألمان بأوصاف زوينة تيوصفوهم بالشجاعة وبالروعة وبالإقدام حيث في ديك الوقت كانت مازالة رومانسية في الحروب مازالك تيتهضر على العدو ديالك بحل يتتقول عليها قصيدة شعرية الرومانسية غادي تموت إلى الأبد مع الحرب العالمية الأولى تقدر تبلك فروسية وشجاعة في آلف عسكري هجمع لاحصنوا ماتوا كاملين ولكن من يجي مراهم آلف خورين ويوليوا كفتا ويجيوا آلف خورين مراهم ويوليوا كفتا وآلف خورين غايتحول كل شي الجهنم أولي فيلم ديال الخليع الألمان تهلكوا فقرروا أنهم يجمعوا العسكر اللي يبقاوا ويتسنوا تيطح الليل ويعودوا يهجموا الألمان وخا كانوا شداد وباغين يموتوا في سبيل ألمانيا المعنويات ديالهم طاحت كين فرق ما بين أنك غادي تحارب بالفكرة الرومانسية ديال الحرب وتموت وانت تتحارب العدو ديالك الرأس في الرأس وما بين أنك تعجن مع الآلاف ديال صحابك تحت إعصار ديال العافية الألمان داب الخطة ديالهم أنهم يهجموا في الليل في الطو ديال النهار ومصيبك حلا فما بالك في الليل في هات الوقت الصعيبة بدأوا الألمان تيتخادلوا تيتكاسلوا اللي غادي وقع دابا واحد الحاجة نورمال مول الألمان خاص يفتاخرو بها ولكن حيث ألمانيا ديما هما الرمز ديال الشر فالتواحد ما تيديها في هاد القيصص البطولية العجيبة واحد سيد اسميته إيريش لودندوف كان واحد من الناس اللي داروا الخطة العسكرية الألمانية في بلجيكا فعوض ما يدوز العطلة دياله في ألمانيا مشهل بلجيكا باش يحضر الهجوم الألماني على الحصول البلجيكية ويتأكد بأن الخطة اللي شارك في تحضير ديالها غادى بشكل صحيح وصل خون الأرض المعركة في الليل فبدأت يدور على الجيش ما فهموا والو بغاي شرحوا ليه علاش ما مزربوش تغياء على الحصون الروينا نايدا القى بي أن واحد من القادة ديال الهجوم تقتل إيريش لودندوف كان واحد لإنسان تيقولوا عليه أنه ما تعرف شنو هو الخوف حجرة شنو دار جر معاه دوك خمسالاف عسكري اللي القائد ديالهم تقتل وزيدهم وسط الطلام في اتجاه العوافي المعماعة والحرق هي نايدة والسيد غادي ما مصوقش إيريش لودندوف لقى في الطريق دياله واحد البليسة صغيرة ما محميهش كانوا البلجيكيين تيبنوا فيها شي شي خندق شي العيبة وماكملوهاش فالقاديك البليسة هادي كده زمنهو وخلى الحصون اللي مفروض أنها تحمي مدينة الياج خلىها مور ظهرو يعني لودندوف والعسكر اللي معاه زهقو هنا غادي يقمر لودندوف واحد قمير أخرى وهي أنه غادي يمشي دخل المدينة ذا كل وقت تا واحد ما عارف شنو كين في المدينة الياج تقدر تكون عامرة بالعسكر وتقدر تكون ما محمياش المهم هو مشاليها وخلى تشنضيل موراه دخل ايغيش لودندوف للياج والسكان ديال المدينة استسلموا له مشال القلعة ديال المدينة اللي هي المركز ديال الدفاع مشاهز السيف دياله دق عليهم في الباب قال لهم استسلموا حلوا القلعة واستسلموا له شوف الزعامة ديال السيد هنا تيبان التأثير ديال القائد العسكاري قائد بحل لودندوف يقدر بوحده يغير التاريخ وهدش اللي بي اللودندوف رغير ميتال ما زال في المستقبل غادي دير عوتاني حويش خورين لودندوف احتل الياج ولكن ما زال العلمان عندهم مشكل لأن الحصول البلجيكية باقف بلاستها وتتفرشخ فيهم في الحل كون كون ما كانوش ألمان كون ما لقوش الحل العلمان في التخطيط ديالهم من شحال هادي كانوا دايرين بحساب أن بلجيكا تقدر ما تستسلمش وتدافع بالحصون ديالها الحصون البلجيكية تبنات في الثمانينات ديال القرن 19 وفي الوقت اللي تبنات فيه كانوا مستحيل اختراق ديالها بأي مدفع موجود في العالم في ديال الوقت سوء الحظ ديال بلجيكا أن في 1914 كانوا واحد المدافع اللي قدروا يختار قوه وهذا المدافع كانوا عند من؟ عند الالمان اللي في شكل في هاد القضية هو أن تا واحد ما كان عارف أن الالمان عندهم هاد السلاح الجديد تا واحد ما كان عارف تشافوه جاي باش يدردق على الحصون بحال الفردي ما زال ما تختار عشون انت وشي واحد تدبز بالسيوف شوية يجبت عليك الفردي خايبت التعاويد ندير واحد لمقارنة باش نفهم الفرق ما بالمدافع القديمة اللي كانت معروفة وبال اللي عجب الألماني الجديد المدافع القديم ديالها خمسة كيلو خمسة كيلو ستة كيلو المدفع الألماني الكبير تيوزن مياو ستة وتلاتين ألف كيلو القديم خمسمية وربعة وربعين كيلو الألماني مياو ستة وتلاتين ألف كيلو المدفع الألماني تيوح قديفة الوزن ديالها تسعميات كيلو القديم خمسة كيلو الألماني تسعميات كيلو فرق هائل بنته تخلع المدافع الألمانية اللي جين في الطريق باش يكرطوا الحصول البلجيكية مش سهل باش تجيبهم في الوقت ديالنا اليوم اللي عندنا وسائل نقل متطورة وآلات وهكاك وصعيب تهزم دافع بهذا الحجم وهذا الوزن والترانس بورتيهم فوق الأرض الوسيلة اللي تستعمل عادة هو البطوات القبار حنا داباف 1914 دكشي ديال طموبيلات والكاميونات يالله قال بسم الله في الدنيا زيد على هذا أن بلجيكا هرسات البنية التحتية هنا مرة أخرى تيبان التفوق الألماني ألمانيا خاصة نقل مدافع مفرقين تتوصلهم لأرض المعركة فاريق فيه مئات ديال التقنيين خاص يركبوا ويجمعوا المدافع خاص يحفروا حفرة ويديروا السيمة السيمة خاصة تنشفوه توجد وخاصهم قبل ما يتيريو يرجعوا واحد تلتميات مترولور ويخدموا المدفع عن بعد بالتحكم الإلكتروني هاد شي كامل درتو ألماني المدفع الوحش منتي يتركب ويجيشد بلاستو خاص ماشي غير ترجع تلتميات مترولور خاص تدير على عينيك وودنيك ونيفك خرقات ديال اللقطن وخاصك تبقى حل فمك من المدفع يضرب خاص فمك يبقى محلول وإلا الطبلة ديال اللوذن غد تفرقع هادو دابة اللي تنهضروا عليهم راهمور المدفع تخيلوا اللي غادي تجي فيهم الضربة المدفع الألماني تضرب القديفة تدير قوس في السمى طول دياله كتر من كيلومتر دقيقة والقديفة في السمى طايرة وتتنزل من بعد بكل التقل وبكل الضمار ديالها على الحصول البلجيكية نساعدك شي اللي داروا البلجيكيين في الألمان المدافع الألمانية ضصات الحصول البلجيكية بواحد سرعة خيالية دوباتهم في معركة الياج تلاقى العالم ديال القرن التسعتاش مع الكابوس والويلات ديال القرن العشرين الحصول اللي كانت قادرة تقاوم أي هجوم غير عشرين سنة فاتت ولا تدابكهم شديل الطراب في هاد النهار المدافع الألمانية المخيفة بدلات الواقع اللي كانوا الناس يعيشوا فيه العالم تبدل الدمار ديال الأسلحة الجديدة بداء وما غاديش يسالي كنا هدرنا في الحلقة اللي فاتت على أن دخول ألمانية البلجيكا كان من أكبر الأخطاء اللي دارتهم ألمانية في التاريخ ديالها ألمانيا غادي تزيد تكحلها وغادي تغدي البروباغاندا ديال الحلفاء ألمانيا بدات تقتل المواطنين البلجيكيين أي واحد شداتو تيدير شي حاجة ضدهم مثلا تيريب شي قنطراء ولا تيردم شي طريق تتشدو تقتلو أي قرية كانت تحدشي قنطراء رايبة الألمان تيديرو لها عقاب جماعي كل شي تمشي فيها الألمان كانو تياخدو رهائن غدا توقع شي حاجة معجباتهم شتيقتلو الرهائن هات الممارسات الألمانية كانت بالنسبة للبروباغاندا ديال الحلفاء تجاجب كامونا فبدأو تيهدروا على اغتصاب بلجيكا هذا هو الاسم اللي كانوا تعطيوه اغتصاب بلجيكا وبدأو تيضخموا الأحداث خصوصا الصحفة البريطانية بدأو تيضخموا الجرائم الألمانية تيزيدوا فيها تيزيدوا العطرية بعد المرات تيتساءل الإنسان كيفاش الألمان اللي كانوا سابقي العالم في مجموعة ديال مجالات فلسافة علوم الفن الآداب الصناعة في مجيتهم كيفاش تيضيروا بحل هاد الأخطاء الفادحة لأي واحد عنده شوية ديال العقل ما يديرهاش وماشي غير تيضيروها تيعودوها لأن في الحرب العالمية التانية دارت ألمانية أخطاء مشابهة وقيلة الصوحية ديال الألمان في التعامل كينة في الطابعة ديالهم لأن الألمان تبيناتهم الألماني تعرف غير قودوا الديسيبلي اللي ما تبعش القانون تتعاقب بشدة من واحد الناحية تشي مزيان ولكن من ناحية أخرى تيعطيهم سمعة خايبة خصوصا في العلاقات مع دول أخرى الألمان ما أعقوش بأن هاد الخاصية اللي عندهم يقدرو يستعملوها الأعداء ديالهم بش يصوروهم بأبشع صور تعامل الألماني مع البلجيكيين زاد أكد هاد الصورة الخايبة على ألمانيا ألمانيا شوية بحل بحل تك اللي تيدير الظبلة وما تيبانش ليه فيها التشيعيب حيث بالنسبة له هو تتبليه منطيقية وحاجة مزيانة في الوقت اللي كانوا الألمان تيقتلوا أي واحد شكو فيه وتيديروا عقب جماعي وتيقتلوا الرهائين هم عند بالهم رأهم زيان بش يطوعوا يربيوا البلجيكيين يعني مزيان ديسيبلين هادا يعني هكو مولي في الألمان هكو الطبيعة ديالهم الناس وخرين كلهم مصدومين والبروباقاندا ديال الحلفاء خداما هات الصورة ديال لوحش الألماني اللي تيقتل الأبرية وتي يكل الأطفال وتي يغتاصب باقتل اليوم ما زال ما ما تحييدات مية في المية من الألمان ما زال ريح تشحمة في الشاقور تخيلوا كون ألمانيا تعاملت مع دول الحياد بشكل مزيان كون تعاملت مع بلجيكا بشكل مزيان كون أضعف الإيمان تعلمات من الأخطاء ديالها وما عودتهم في 1939 كانوا بعض القادة الألمان اللي فهموا أن ألمانيا كانت تعامل ديالها قاصح مع بلجيكا هلموت فون مولتكا الرئيس ديال أركان الجيش الألماني كانت يقول نعم قصحنا مع بلجيكا ولكن راه بزز منا راه مسألة حياته وموت بالنسبة لألمانيا فون مولتكا كانوا أكثر طرق إنسانية في خوض الحرب فون مولتكا قال لهم أنك تسالي الحرب بالزربة مش مهم الضحايا مش مهم الوحشية مش مهم التعامل القاصي المهم ما تطولش بحال داك المنطقة ديال البوكس إلى الملاكي مضرب الخصم الضربة القاضية في الدقيقة الأولى أحسن وأكثر إنسانية من أنه يبقى يضرب فيه 12 جولة وهو تقريبا نفس المنطقة يلشي وحدين على المريكان من ضربة الجابون بالقنبولة الدرية وي القنبولة دارت كارتة إنسانية ولكن سالات الحرب يعني النتيجة في الأخير أفضل لأنك غادي تنقد أرواح كتر وغادي تنقص من المصايب ديال حروب طويلة الجيش الألماني كانت يدوز من شي قرية تتيري فيه شي قناص بلجيكي والتي يسمع غي قرطاتي قدرقها ما يكونش قناص بلجيكي فالله ما نتيفرش خود ديك القرية كلها في المنطقة ديالهم ما التزمتوش بالأوامير ديالنا غرر بيكم وفي نفس الوقت الضحايا والألمان وفي نفس الوقت الشرق الألماني من هدرنا خلق خلق واحد الباراكة باش يدافعوا إلى حمادة القادية في الشرق شحال هادي في الحروب ما كانش الوضوح بزاف شنو تيدير الخصم ديالك ما كانوش الوسائل الحديثة اللي عندنا اليوم باش تعرف بالضبط العسكر فين غاديين وشحال بيهم وشنو جايبين شحال هادي كانت يوصل الجيش هتا تعرف أش غيوقع فرنسا كانت عندها فكرة أن العلمان غايدوزوا من بلجيكا ولكن شحال بيهم ما نعرف شنو جايبين معاهم ما نعرف يعني ما وصلت المعلومات تكنوا العلمان دخلوا البلجيكا فرنسا عندها حدود طويلة في الجهة الشرقية دياله من سويسرا والطاليا في الجنوب تل بلجيكا في الشمال هات الحدود كاملة خاص فرنسا تحصنها القادية صعيبة لأنك أنت ما عارف شنو العدو ديالك تيدير بالضبط ففرنسا كانت عوالة على بريطانيا أنها تعاونها في الحدود الشمالية عوالة على النجليز اللي بينها وبناتهم غير واحد تيفاق خفيف بريطانيا التهية ما خصاش تغامر بعدد كبير ديال العسكر حيتي لمشت بريطانيا الفرنسا والعلمان هجموا بريطانيا شكلها يدافع على بريطانيا في آخر المطاف صيفتات بريطانيا سبعين ألف عسكري موزعين على خمسة الكتائب خمسة الكتائب رهما والو العلمان من صيفت الجبهة الغربية خمسة وتمانين كتيبة في الحلقة الجاية غادي ندخلوا للمعقول غادي نعيشوا الأحداث ديال بداية ما يسمى بمعارك الحدود بالجيش الألماني وبين جيوش الحلفاء موسيقى